نبدأ بالطاقة العامة البرج العذراء برج العذراء بالفترة الحالية أشوف أنه طاقتك العامة انتح حالياً أشوف أنه متخلي عن طاقتك الترابية الهادئة المستقرة والطاقة اللي غالبة عليك هي الطاقة المائية طاقة المشاعر فأشوف أنه أنت راح تكون شوية منغلق على نفسك خلال هاي الفترة الأسبوعين الجاية راح تتواصل أكثر ويا نفسك ويا روحك الداخلية مثل ما نقول لأنه شوف أنه راح تبلش تحاول تفهم مشاعرك قراراتك تتعرف على نفسك أكثر لأنه أحداث هوايا صايرة بيك بالموضوع وهي الأحداث ما خليتك تقريباً ضايع أنت بالفترة الحالية ما قاعد تعرف تركز على أوضاعك العاطفية أو أوضاعك العامة أوضاعك المالية أوضاعك المادية أوضاعك الصحية المشاعر أشوفها غالبة عليك هوايا وأنت دا تحاول تفهم مشاعرك أما تجاه شخص أو حتى ممكن تكون دا تحاول تفهم نفسك تفهم أنه أنت ليش قاعد تاخذ هيكي قرارات أشوف أنه أكو شخص ممكن ظهر بحياتك أو راح يظهر بحياتك خلال الفترة القادمة هذا شخص آني لبعض منكم أشوفه شخصة من الماضي لأنه أشوف بالأسبوع الأول أكو شخصة من الماضي علاقتك بيصار لها فترة طويلة منقطعة الاتصال التواصل بينكم مقطوع راح يبلش يظهر بحياتك مرة ثانية فأشوف أنه أكو خبر سريع حدث سريع أو حتى ممكن مسج سريع راح يوصلك خلال هاي الفترة وأشوف أنه هو بخصوص شخص مختفي صار لفترة طويلة ممكن يكون من شهر الثامن أو صار لحتى ثمانة شهر مختفي هذا الشهر يعني هذا الشخص مختفي من حياتك وهذا الشهر أشوف راح يرجع هذا الشخص كان بينك وبين مشاعر أشوف كان بينك وبين حبثقة بس فجأة أنه هذا الشخص قرر أنه هو يرحل من العلاقة بدون مبررات لأنه أكو شخص من عندكم كانت العلاقة مو كافية بالنسبة إلي أو هو ما كان سعيد بهاي العلاقة ما يحس أنه هي العلاقة اللي يحلم أنه هو يستمر بيها ويكمل بيها يعني شلون حياته أو تتطور المرحلة أعلى فاضطر أنه هو يترك العلاقة حتى إذا كانت لبعض منكم ممكن يكون هذا الشخص اختفى فجأة من حياتك بدون مبرر وبدون حتى مشكلة تستاهل أنه هو يبتعد عنك ورحل خاصة أشوفه هنا إذا كاني شخص اللي تتعاملونه يا من برج العقرب أشوف طاقتك العامة أنه أنت تحاول أنه تبدأ بداية جديدة بشيء أنت تعرف أنه أردي منتهي فأنت قاعد تبحث عن شيء ميت وتحاول أنه ترجع للحياة خلال هاي الفترة مثل ما قلت لكم ممكن تكون هذا الشيء هو علاقة من الماضي أشوف أنه عندك تواصل راح يكون أو خبر راح تسمع على شخص من الماضي هذا الشخص علاقتك به كانت بيها هوية أون أوف يعني هذا الشخص كان هو يصار بينكم خلافات وأنه هو يخطفي فجأة ويرجع فجأة البعض منكم ممكن يكون هذا الشخص تركك وسافر للمكان ما وخلال الفترة القادمة أشوف هذا الشخص راح يرجع لأنه أشوف التواصل بينك وبين شخص مقطوع صار لفترة طويلة راح يبلش ينعاد خاصة خلال الأسبوع الأول أشوفك هوية قاعد تفكر بالماضي هوية قاعد تباوع بالصور تذكر ذكريات الحلوة اللي كانت بينك وبين شخص عندك حنين هوايل هذا الشخص اللي مختفي عنك خاصة إذا طاقة مائية أو هنا عدنا برج السرطان موجود برج العقرب برج الدلو برج الأسد أو برج القوس فأي أن كان أو أي برج ثاني لا تتقيدون بالأبراج المهم أنه الطاقة نفسها أو القراءة تنطبقوا إياكم مو شرط البرج يكون موجود بس هي هاي يعني الأبراج اللي موجودة أنا أقولها للناس اللي تريد تتأكد من القراءة ممكن تنطبق عليهم مية بالمية فأشوف عندك موضوع معلق من الماضي صار لفترة طويلة الموضوع ممكن يكون أنت فقدت الأمل بي وتركتها على رب العالمين ويش لو لم تيجي تيجي من بعد انتظار طويل التواصل أشوف اللي أنت منتظره راح يجي وراح يفرحك هذا التواصل خلال أول أسبوع راح تفرح هواية خاصة أول ثمانة أيام بالشهر بعد ما يجي هذا الشخص خلال أول ثمانة أيام من الشهر الثاني أشوف أنه أنت راح تفرح هواية برجعة هذا الشخص إليك وراح مثل اللي دفاؤه اللي يرجع لحياتك تحس أنه العلاقة راح تبلش تبدأ من جديد وراح ترجع تتحسن وهيش بس يعني يؤسفني أني أقولك أنه هذا الشخص اللي أنت بتمسك بي واللي هو من الماضي وإذا تحاول ترجعه وهو راح يرجع فعلا والعلاقة راح ترجع ببيناتكم ولكن ممكن الفرحة اللي بينك وبين هذا الشخص برجعته راح تكون يعني فرحة وقتية أول يوم لأنه شوف أنه أنت بالأسبوع الثاني بعد فترة من من الفرحة اللي أنت فرحتها برجعة هذا الشخص عفوا شوف أنه هاي الفرحة شوية شوية راح تبدأ تتبدد مثل ما نقول راح تقل تبدأ تقل الحد منه شوف طاقتك النصف الثاني من فبراير أو حتى الأسبوع الثاني بالتحديد أنه راح ترجع تنغلق على نفسك مرة ثانية رغم موجود هذا الشخص اللي أنت منتظره صار لك فترة وتظن أنه أنت هذا الانغلاق اللي موجود عندك أو الوحدة أو الزعل اللي أنت تشنت بيها هو اللي أنه هذا الشخص ما موجود بس راح تكتشف أنه هذا الشخص برجعته أنت أيضا ما راح تكون سعيد أنت مجرد تشنت متخيل أنه هذا الشخص هو سبب سعادتك بالدنيا وهو سبب راحتك ولكن بعد رجوعه راح تكتشف أنه أنت هواية شغلات بهذا الشخص مراضة بها ممكن تكون كانت عندك أمل أنه هذا الشخص متغير ولكن هاني أشوف أنه راح يرجع بنفس الأطباع اللي كانت موجودة عنده بسابق له السبب أنت راح ترجع تنعزل تزعل على نفسك البعض من عندكم أشوف أنه أنت بعد رجعت هذا الشخص إليك من راح يرجعك بالتواصل إذا كانت بيناتكم مثلا بلوكات أو شي فمن راح ينفك البلوك عنك راح أشوف البعض منكم راح يحاول أنه يراقب هذا الشخص يراقب صفحاته على الفيسبوك منشوراته وراح يكتشف شيئا ما هذا الشي هو اللي راح يخليه يصير عنده نوع من الزعل فراح يزعل وراح يتباعد عن هذا الشخص اللي موجود واللي هو رجع أساسا من الماضي إذا شوفه هناني ممكن لبعض منكم هذا الشخص ما يكون راجع بعده وإنت راح تكتشف أنه ممكن عنده علاقة جديدة ودخل شي جديد ممكن تكون منتظر كارما منتظر انتقام من هذا الشخص أو حق يرجع إليك ومن راح تفوت وراح تشوف أموره أنه هو من بينه كلش حلوة على التواصل وماشية وحياته عدلة فراح يصير عندك نوع من الزعل أنه ليش هو مرتاح بحياته وليش أنا مثلا تعبان ليش أنا ضحيت وتعبت اللي خسرت وهو عاش حياته طبيعي يعني أشوف عندك نوع من هاي التساؤلات لأن عندك وقفة ويا نفسك راح تكون بالأسبوع الثاني راح تفكر راح تعيد تفكيرك تعيد تقييم الأمور راح تنسحب تنغلق على نفسك أشوف عندك نوع من الانغلاق هاي الفترة يعني راح تكون منغلق على نفسك ومجرد تفكر بالماضي تفكر بالحاضر تفكر بالآلام اللي مريت بيها الذكريات سواء كانت سلبية أو سواء كانت حلوة بس أشوف عندك تعلق كل الشديد بالماضي وهذا شي هو اللي يمسبب لك هذا النوع من الزعى لما نقول اكتئاب ولكن الحالة النفسية المتعبة فلازم تحرر نفسك من هاي الطاقة تحرر نفسك من الماضي حاول أنه تفكر بالمستقبل تفكر بإيجابية لأنه الماضي شي صار وراح انتهى يعني احنا ما راح نقدر نرجعه ولا راح نقدر نعيده فعلشانو انتعب نفسيتنا بالتفكير بيه واحنا نقدر نفكر بالمستقبل ونخلي كل شي صار بالماضي يبقى ورانا لأنه هو بعد صار هو الشاطر اللي ياخد درس من الأغلاطة اللي مر بيها بسابق فاخد درس من الماضي ولكن لا تبقى عندك هاي الطاقة الشديدة ما للتعلق اللي موجودة عندك بالماضي وما قاعد تقدر تتخلى عنها او تطلع منها بس اشوف بنهاية الاسبوع الثاني راح تستعد السيطرة على نفسك تستعد السيطرة على امورك راح ترجع تحمي نفسك راح ما قولك تطلع من القوقعة ولكن يبلش يصير عندك يعني كلام ويا الناس ترجع تنخرط بالحياة الطبيعية يعني ولكن مع وجود حذر شديد لأنه لبعض منكم اشوف هذا الشخص راح تكون رجعته سريعه وطلعته من حياتكم بعد اسرع وراح يرجع يسبب لكم نوع من الجرح فهذا الشخص اذا رجع عني ما شوف انه هو راح يبقى وياكم فترة طويلة بالعكس هو راح يرجع فترة ممكن من نهاية شهر الثاني هو راح يرجع يخطفي مرة ثانية وممكن اقرب ممكن بالاسبوع الثاني لان انت عندك زعل وانغلاق على النفس بالاسبوع الثاني لان انت قاعد تتعامل ويا شخص اناني وهذا الشي راح تكتشفه وهو اللي راح يخليك يصير عندك هذا النوع من الزعل على الصعيد العملي والصعيد العام لك يا برج العذراء اشوف انه صار لك فترة منتظر مبلغ مالي او حتى ممكن تكون فرصة عملية من شخص منتظر تواصل اشوف التواصل راح يكون موجود يوم ثمانية بالشهر او خلال ثمانة يام من تاريخ شوفتك للفيديو اشوف انه اكو تواصل من شخص بعيد شخص يعني ممكن يكون مسافر ممكن يكون بغير محافظة وهذا التواصل راح يكون بخصوص موضوع عملي ممكن البعض من عندكم اشوف اكو عندكم اوراق سفر فاشوف انه اكو سفرة خلال هاي الاسبوعين السفرة راح تكون سريعة وما شوفها سفرة طويلة يعني كهجر او شي وانما اشوفها سفرة سريعة ممكن حتى من محافظة المحافظة يطلعون كزيارة ونسى او حتى موضوع عملي يطلب سفر البعض من عندكم اشوف هذا الموضوع ويطلب سفر المكان او ممكن حتى شخص يعرض عليك شغل هذا الشغل يكون بيتنقل من محافظة المحافظة او يكون بغير المحافظة اللي انت اساسا موجود بيها حاليا واشوف هذا الشغل من راح يجيك الخبر راح تفرح بيه هواية وراح يصير عندك نوع من التفاؤل راح يرجع لك التفاؤل بالحياة يعني لانه اكو فرحة اكو بشارة خلال الاسبوع الاول والاسبوع الثاني عندك انتصار لبعض من عدكم اشوف عدكم انتصار على ناس تحدوكم بمواضيع هواية وكانوا يقولوا لكم انه انتوا راح تخسرون بفلال موضوع او حتى اذا كان على الرجوع ممكن اكو ناس مترهنوياكم انه هذا الشخص ما راح يرجع واذا رجع يعني بينكم رهن او شي فاشوف انت راح تنتصر لانه هذا الشخص حتى اذا كانت رجعت قصيرة فاشوف انه هو راح يرجع انت من راح يرجع اه صح راح تزعل على نفسك ولكن نفس الوقت اشوف راح يصر عندك نوع من الراحة النفسية انه هذا الشخص رجع لك وانت شنت متوقع انه هو ما يرجع او ممكن حتى اكو بعض الناس اللي من شخص يتركها اه اترك بس هذا الشخص يرجع حتى ترتاح نفسيا تحس انه هي مرغوبة لانه اشوف ثقتك بنفسك يعني زعزعها هذا الشخص منطلع من حياتك فاشوفك راح تسترجع ثقتك بنفسك وعندك اوراق هناك حلوة ما الانتصار فاق انتصار اليك واكو شفاء البعض من عدكم اشوف انه ممكن اوضاعة صحية متعبة صار لفترة عنده مواضيع تخص الظهر والبعض من عدكم متخوف من موضوع عملية ممكن العملية بعد اربع اسابيع اتم ان شاء الله وتكون العملية على خير اذا كانت بعض من عدكم عنده موضوع عملية او ضاعك الصحية ما اشوف اكو عندك يعني شي خوفه ولكن حاول انه تهتم بصحتك تعدل نومتك لانه اكو ارق ونومك اشوفها مو عدل هاي الفترة وهذا الشي قاعد يسبب لك ايضا من نوع من انواع الاكتئاب هو بسبب الزعل انت ما قاعد تقدر تنام وهذا الشي ده يسبب لك ارق وصداع وقاعد نفسيتك تتعب اكثر واكثر فهي الحالة الصحية مرتبط ارتباط وثيق بالحالة النفسية فحاول انه تحسن من حالتك النفسية حتى حالتك الصحية ايضا ترجع تتوازن الاشياء الغير متوقع حدوثها قلت لكم والبعض من عدكم واشوف اكو عندك انتصار اما بموضوع عملي او موضوع عاطفي اشوف انه اكو خبر راح تسمعه هذا الخبر راح يكون بمثابة انتصار او ممكن حتى امنية لك انت متظر انه هي تتحقق اشوف انه راح يجيك الخبر هذا وراح تحس انه هاي الامنية تحققت وراح تستعيد سلامك النفسي اهم شيء اللي هو انت اللي راح تعاني من فترة قلت لك راح تنغلق على نفسك فاشوف انه انت راح تستعيد سلامك النفسي خلال هاي الفترة على الصعيد العملي اشوف عندك امنية راح تتحقق او موضوع صار لك فترة انت منتظرة وطول هواية مثل ما قلت لكم ممكن تواصل ممكن شغل جديد وهذا الشي اشوف راح يصير بسرعة وانت راح يعني تفرح بهواية فاكو شيء غالي عليك عزيز عليك انت متمنى صار لك فترة ومنتظرة اشوف انه من بعد انتظار هذا الشي راح يصير واشوف عندك سرعة او حركة خلال هاي الفترة يعني مو بداية الاسبوع الاول راح تكون شوية رتيب ولكن نهاية الاسبوع الثاني والحد نهاية الشهر اشوف الامور كلها راح تبدأ تتحسن وتنقل بالصالحك راح تستعيد قوتك راح تسترجع من بعد فترة الركود اللي چنت بيها اشوف راح تسترجع نشاطك مرة ثانية ترجع تركز على شغلك تركز على دراستك اذا تشن الطالب تركز على حياتك اذا تشن تفاقد حياتك بصورة عامة يعني ما قاعد تعرف وين تروح وين تجي وتارك امورك يشكلها على الله فاشوف عندك استعادة لسيطرة راح تصير وللتوازن في سبيل توازن امورك والبعض من عدكم العزاب اشوف انه العزاب من برج العذراء انتم تابعين شخص على التواصل الاجتماعي هذا الشخص ممكن يكون شخصيته قوية كلش وكشكل هو شكله من النوع اللي يعني شكله عندكها رزمة معينة يجذب من احد يشوفه انت بينك وبينه اكون جذاب غير طبيعي ولكن هذا الشخص اشوف تقريبا هو مبين لك انه ما مهتم لك او ما شايفك ولكن هو بالحقيقة يعرف انه انت مراقبة وهو ايضا مراقبك فاشوف انه العزاب خلال الاسبوعين هادي اكو اليك مواجهة راح تصير بينك وبين شخص انت مراقبة بالسر وانت خايف انه اتعبر له عن مشاعرك لانه تحس انه هو كلش متباعد لبعض منكم اشوف هذا شخص ممكن يكون مشهور بالتواصل الاجتماعي يعني مو شرط مثلا مشهور انه فنان ممثل ولكن ممكن يكون عنده فلاور هواية او هو صانع محتوى معين وانت متابعة وعندك اعجابة تجاهها وانت تحس انه اوه هذا شخص بعيد هذا شخص ما ممكن يفكر به هذا الشخص ما ممكن يجي او حتى اذا كان مشهور يعني بالمكان بس اللي هو به فانت تشوف انه مشاعرك اتجاهها من طرف واحد وتحس انه هذا الشخص ما عنده مشاعر وما شايفك اصلا ويعني ما يدر بيك حتى موجود ولكن اشوف انه هذا الشخص هو لابس خناع اللي هو ما مهتم وما شايفك وما يعرف ولكن هو يعرفه بحقيقة مشاعرك اتجاهه واشوف انه عندك امنية راح تتحقق ويا هذا الشخص لانه اشوف راح يجي راح تتحقق اشتركوا في القناة